اطلع من هذا المكان لحياتي مقابلة واولادي سيارات تلاحقهم ونطلع من المحاكم والغيرها لما كان لكم فيها بعد اليوم نبأ أسود وصل لعائلة بغدادية لإخلاء منزلهم وأرض استثمروها في منطقة كرادة مريم قبل نحو عشر سنوات لكن النبأ مزور من أجل البيع لمستثمر آخر عبر وكالات تم إثبات تزويرها كما تقول العائلة فمع ذلك فهم يجبرون على الإخلاء بالتهديد والوعيد من جهات متنفذة استثمرت العقار كرادة مريم وكملت المدة خمسة وعشرين عام وكملت بنود الشروط الموجودة بالعقود لبياناتنا وورا فترة من الزمن ظهر لمحامي جاء حامل وكالة بصدورها من عمان وورا التحقيق من المحاكم العراقية وطعم بالوكالة أثبتت بين الوكالة مزورة وورا فترة من الزمن النوب جتني وكالة جديدة باسم محاميين اثنين حاملين همينا نفس القرار اللي هو احنا مثبتين بالوكالة تزوير ويريدون ينفذون عليها أمر إخلاق لما رحت عندي عني أضبارة ورغم إثبات التزوير وحقية العائلة بالمنزل والأرض بالوثائق لكن تلك الجهات تستخدم الضغوط والرشة لتحويل تلك الأملاك وفق حديث العائلة وهذا ما جعلهم يناشدون الجهات المعنية للتدخل الفوري لحمايتهم وإنقاذ أملاكهم يعني وزارة العدل وجهت كتاب رسمي ومحضر توصيات ووبخت المنفذ السابق ونقلتها من الدارة على أساس الإضبارة مالتنا يعني عرفوا مظلميتنا وعرفوا أنه بها تزوير فجائبين منفذ جديد هم توصلوا له عن طريق الرشاوة وعن طريق الواسطات والله أنا ناشد وزير العدل أن ينصف وينظر بقضيتي وأنا ناشد رئيس الوزراء الخاطر هاي الأيتام الموجودة لعندي أن ينظر بقضيتي 72 ساعة أمام العائلة للإخلاء وفقا لقرار الرسمي ساعات وسيطردون من بيتهم وأرضهم لم تتدخل الجهات المعنية للنظر في هذه القضية ويبقى حق الرد فيها مكفولا للجميع من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير